نتحول إلى أرمينيا التي أعلنت فيها رئاسة الوزراء أن عدد اللاجئين من ناغورني كارباخ تجاوز مائة ألف لتؤكد بذلك مغادرة الغالبية العظمى من سكان الأقليم وأشرت مصادر أرمينيا رسمية إلى أنه لا توجد خطط لإرسال المزيد من الحافلات لنقل سكان ناغورني كارباخ مضيفة أن جميع من أرادوا الخروج من الأقليم تم إجلاؤهم وأكدت محكمة العدل الدولية أنها تلقت طلبا من أرمينيا لاتخاذ إجراءات عاجلة لحماية سكان منطقة ناغورني كارباخ معنا من جوريس بالقرب من الحدود الأرمينية الأذرابيجانية مفدنا فراس ططفي فراس مرحبا بك معنا غالبية سكان إقليم ناغورني كارباخ غادروا كيف يتم التعامل معهم داخل أرمينيا نعم سامي غالبيتهم غادروا بالفعل عبروا الحدود بحافلات أو بسياراتهم الخاصة وانتقلوا إلى هنا في مراكز الإيواء في منطقتين في جوريس هنا في هذا المركز مركز الإيواء الكبير المركزي وفي فيك مركز أخر مركز آخر كبير هنا كما ترى تفاصيل اللجوء سامي سريعا الوجوه تختلف ولكن ظروف اللجوء واحدة هناك من يحاول أن يأخذ الملابس المستعمة التي تبرع بها الأرمن هنا وهناك من يحاول أن يقدم الطعام والأغطية وعملية الإغاثة والمعاونة هنا تجري على قدم وصاق العشرات الألاف منهم هنا عشرات الألاف كما تشاهدون تم إيواءهم في مراكز مؤقتة هنا في خيام 34 ألف فقط من اللاجئين تم استعابهم في مساكن دائمة والباقين لا يزالون هنا في الخيام تم نصبها خصيصا لإيوائهم في هذه الظروف التي بدأت تقس شيئا فشيئا بسبب حالة التقس التي بدأت تنخفض هنا في هذه المنطقة خصوصا في ساعات الليل هذا الحال هنا في غوريس لكن في ياريفان العاصمة خرجت مسيرات وتظاهرات كبيرة حقيقة سامي والآن هي تجوب شوارع ياريفان ترفع لافتات تحمل أسماء من احتجزتهم السلطات الأذربيجانية وتطالب حكومة ياريفان بضرورة التعامل بشكل حازم أكثر مع هذه الأزمة التي وصفوها بالتطهير العرقي في الزمن الحديث أكثر من 100 ألف و464 شخصا أخلوا تماما قبل قليل خرجت صور وفيديوهات رصدها وزيرة الدولة في حكومة نغورني كارباخ من داخل الإقليم وضحت كيف أن الشوارع هناك فارغة وأن الحيوانات تجوب الشوارع ولا يوجد هناك إلا بضع مئات فقط من سكان نغورني كارباخ هذا الإقليم الذي بات غير موجود على خارطة جغرافيا السياسة بقي أن نقول بأن السلطات الأذربيجانية سمحت ولأول مرة منذ 30 عاما لبعثة الأمم المتحدة بالدخول إلى نغورني كارباخ والاطلاع على الأوضاع هناك لربما سيكون ذلك في الأيام المقبلة أو تحديدا في يوم الاثنين المقبل